موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله المحمود بكل لسان المعبود في كل مكان لا يشغله شان عن شان وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الفرض الأحد الحنان المنان وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد ولد عدنان بعثه الله بالهدى ودين الحق إلى الإنس والجان صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسائر الأتباع والإخوان أما بعد ورحبوا بإخواني في برنامجكم الوصايا العشر من سورة الأنعام ونشرع بإذن الله تعالى ابتداء من هذه الحلقة في الآيات المتعلقة بهذه الوصايا والآيات المتعلقة بالوصايا العشر من سورة الأنعام هي الآيات الواحية والخمسون بعد المئة والثانية والخمسون بعد المئة والثالثة والخمسون بعد المئة من هذه الصورة العظيمة ولا بأس أن أتلو على حضراتكم هذه الآيات والتمس منكم يا حبذا أن يكون المصحف بجانبكم حتى تتابعوا معي هذه التلاوة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل تعالى واتلو ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربا وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون طبعا تمام هذه الآيات ومعها تمام تلاوة الوصايا العشر من هذه الصورة الكريمة طبعا مفتتح الآية الأولى من هذه الآيات الثلاث قول الله تعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم وموضوع حلقتنا لهذا اليوم يتعلق بمقدمة الآية الأولى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم افتتحت هذه الآيات بقوله تعالى قل والخطاب بالأصالة موجه للنبي صلى الله عليه وآله وسلم لأنه أول مخاطب بآيات القرآن الكريم هذا بالأصالة وأما بالتبع فأمته كلها مخاطبون بهذا الخطاب الذي خاطبهم به رب العالمين سبحانه وتعالى قل وكلمة قل هذه ترددت في القرآن الكريم في إثنتين وثلاثين موضعا وثلاثمائة معنى ثلاثمائة واثنين وثلاثين موضع من القرآن الكريم تكررت فيه هذه الكلمة قل هذه الكلمة قل تكررها في القرآن الكريم يدل من بين ما يدل عليه على أن هذا القرآن هو من عند الله تعالى لأنك عندما تستمع لهذه الكلمة قل بمعنى هناك مخاطب هو الذي يقول قل هو الذي يأمر بهذا القول والمخاطب هو رب العزة سبحانه وتعالى تقدست أسماؤه وتعالى صفاته سبحانه وتعالى وأيضا تدل من بين ما تدل عليه على أن المقصودة من بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو تبليغ خطاب الله تعالى للبشر لأن من أعظم وظائف الأنبياء والرسل تبليغ دين الله تعالى إلى الناس قال الله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك ويعجبني هنا بيت من منظومة ابن عاشر هو يذكر ما يجب في حق الرسل من الصفات قال يجب للرسل الكرام الصدق أمانة تبليغهم يحق بمعنى أن من صفات الرسل الواجبة لهم الصدق فلا يجوز الكذب على الأنبياء والرسل وأيضا من بين ما يجب لهم من الصفات الأمانة هم أعظم الناس أمانة وأيضا من الصفات الواجبة لهم التبليغ بمعنى أنهم لا يقصرون أبدا ولا يفرطون أبدا في تبليغ رسالات الله تعالى ولذلك قال الله تعالى كما في صورة الأحزاب الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا وأيضا من بين ما يدل عليه أو تدل عليه كلمة قل أن الخطاب أيضا موجه للأمة بمعنى أن الأمة تقتذي بنبيها صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وآله وسلم في تبليغ دين الله تعالى بكل الوسائل المشروعة المتاحة أنت أيها المسلم أنت أيتها المسلمة كلنا كمسلمين وكمؤمنين مطالبون بتبليغ دين الله تعالى بأحسن الطرق وأقوم السبل إلى الناس أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا وما لاتبعني كما قال الله تعالى في صورة يوسف قل تعالوا نعم الله عز وجل يأمر نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أن ينادي الناس جميعا هلموا وأقبلوا تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم تعالوا هذه الكلمة مشتقة من العلو مشتقة من العلو معنى الصعود والارتقاء والعلو تعالوا وفيها فائدة عظيمة تعبير بتعالوا ولم يعبر بها لم ولا ائتوا ولا أقبلوا قال تعالوا بمعنى إذا انصرفت بقلبك وروحك إذا انصرفت كلية بذاتك إلى شرع الله تعالى إلى وحي الله تعالى فإنه يعلي مقامك ويرفع منزلتك الإنسان إذا كان مشتغلا بأفكار البشر بزبالات الأذهان فلا يزال في الحضيذ لا ينفك عن السفون حتى إذا أراد أن يعلو بنفسه وروحه وذاته وقدره فعليه أن يشتغل بوحي الله تعالى وخاصة بكتاب رب العالمين لذلك الله عز وجل يأمر نبيه أن يخاطبهم فيقول تعالوا إذا أردتم العلو والسمو فتعالوا أقبلوا واصعدوا وارتفعوا بذواتكم إلى وحي الله تعالى قل تعالوا لماذا أتلوا ما حرم ربكم عليكم أقرأ عليكم ما حرم ربكم عليكم الحرام هو الممنوع والمحضور الشيء الممنوع الذي ينهى الإنسان عن ارتكابه ينبغي على الإنسان أن يجتنبه هذا يسمى في عرف شرع وحتى في عرف العلماء بالحرام وعلماء الأصول يقولون في تعريف الحرام هو ما طلب الشارع ربنا سبحانه وتعالى هو ما طلب الشارع من المكلف تركه على سبيل الحتم والإنزام فالحرام هو ما طلب منك أن تجتنبه وأن تبتائد عنه بالكلية هذا هو الحرام قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم من الذي حرم ربكم سبحانه وتعالى الذي رباكم بنعمه رباكم بمننه رباكم برحمته أسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة تولى حفظكم ورعايتكم في أضعف أحوالكم وأنتم في بطون أمهاتكم أجنة ثم بعدما خرجتم إلى الدنيا وقد انصرف الناس عنكم ولم تبق لكم إلا رعاية الله تعالى إلا تربية الله تعالى رباكم هذا رب العالمين هو الذي يحرم عليكم هذه الأشياء لماذا يحرم عليكم هل يريد مشقتكم هل يريد عنتكم لا الجواب كلا وإنما يريد رحمتكم يريد مصلحتكم يريد منفعتكم سبحانه وتعالى بما ينهاكم عنه بما يأمركم باجتنابه قل تعالوا أتل ما حرم ربكم ولم يقول الله ولم يقول أي اسم ربكم هذا هو السر في التعبير بكلمة الرب بهذا الاسم العظيم قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ما حرم ربكم عليكم طبعا هنا توقف وقفة قصيرة ربما ولعلنا نختم بها هذه الحلقة لماذا ذكر المحرمات ولم يذكر الأمور التي أحلها لنا وأباحها لنا وجوزها لنا السر أولا أن في ذكر المحرمات ردا على المشركين الذين حرموا أمورا على أنفسهم من غير سلطان من غير حجة من غير بينة فالله عز وجل يقول لهم إذا أردتم أن تعرفوا هذه المحرمات التي حرمها الله عز وجل عليكم فتعالوا إلي حتى أخبركم بذلك لأنني أخبروا عن الله أخبروا بوحيا من الله تعالى والسر الثاني والله أعلم أن المحرمات التي حرمها الله تعالى على عباده محدودة نعم شيء قليل في مقابل الحلال الكثير معنى فلما كان الحرام قليلا لما كان يشغل حيزا محدودا فالله عز وجل بينه وما سواه الحلال المباح الطيب نظير هذا حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل ما يلبس المحرم من الثياب معنى النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى المرات جاء واحد وسأله قال له يا رسول الله المحرم بالحج أو العمر شيء الثياب ليلبسها التي يجوز له أن يلبسها طبعا الثياب الجائز الحلال كثيرة فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يلبس القمصة ولا العمائم ولا الصراولات ولا البرانس ولا الخفاف معنى انتقل جواب النبي صلى الله عليه وسلم من الجواب عن الحلال والجائز إلى الجواب عن الحرام لأنه محدود إذا بيّن لك الحرام فكل ما سواه جائز حلال مباح طيب فهذا هو السر أيضا والله أعلم في ذكر المحرمات دون ما أحل الله عز وجل لنا وأباح لأن المباحة والحلالة كثير ويشغل حيزا كبيرا من شؤون الناس وأمورهم وعاداتهم ومعاملاتهم طبعا نكتفي بهذا القدر ونواصل ربما ابتداء من الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى ندخل في ذكر الوصية الأولى من هذه الوصايا العشر إلى ذلكم الحين استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه دمتم في رعاية الله وحفظه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة